مع الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة ثم أما بعد أحبتي في الله حقيقة لا يجوز لمسلم على وجه الأرض أن يشك فيها ألا وهي أن هناك صولة وجولة قادمة للإسلام مهيمنا على الأرض بإذن الله عز وجل نحن أصحاب قضية منتصرة في الدنيا والآخرة والبشارة في الدنيا قبل الآخرة يعني شرع الله عز وجل سيحكم سيحكم شاء من شاء وأبى من أبى وليس في مصر فقط ده في الدنيا كلها بإذن الله عز وجل وهذه الحقيقة اقتبسناها وتيقننا منها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والواقع يشهد إذا أردنا أن نطرح أدلة على ذلك من كتاب ربنا عز وجل سنجد سيلا كبيرا من الأدلة اسمعوا كذا بعض الحاجات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةِ ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ سيل كبير من الأدلة دليل وإن جندنا لهم الغالبون ودليل تنف نفس الاتجاه وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض والكلام ده سأقف معه بإذن الله عز وجل وقفات طويلة جدا هذه الحلقة وحاجة تانية كمان العدو من نصر الله عز وجل للإسلام والمسلمين إن ربنا يخذل العدو العدو اللي بيضخ مليارات الدولارات في بلادنا فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون مش بس في بلادنا بس ده في كل الأراضي والبلاد المسلمة المؤمنة طيب ده خط النص القرآني طيب النص النبوي يا الله كتير جدا 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 من ذلك الحديث الذي صححه الشيخ الألباني في السلسلة سئل أو سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله أقسطنطينية تفتح أولا أمر مية فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل مدينة هرقل تفتح أولا يقول الشيخ رحمه الله ورومية هي روما في معجم البلدان اليوم يعني روما ستفتح كما فتحت القسطنطينية يعني المسلمون فيها مش يكونوا أقلية ولا جالية لا سيكونون حكاما يعني هيجي اليوم على الأرض اللي روما تبقى فيه دولة مسلمة دينها الرسمي دين الدولة الإسلام تخيلوا طب الكلام ده هيحصل كده إحنا الآن أمة مستضعفة ما في شك ما في شك أمة ضعيفة ومستضعفة وإحنا جانينا الأمرين نتيجة ذلك أمة ضعيفة ومستضعفة أكبر دليل على كده جرأة أعداء الله على النيل من رسول الله عليه الصلاة والسلام إن أمة يسيبوا النبي يسيئوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ده إنها مستضعفة وأكبر دليل إن الأمة دي أمة ضعيفة بجد إن الأمة نسيت وقفات ويعني احتجاجات وفوران شعبي في الدنيا مصر وبكستان والسعودية والخليج وتونس كل الدول وبعدين راحت فين الحاجات دي كلها راحت فين الحرقة راحت فين اختفت همومنا في مصر نستنا هموم الفلسطينيين نستهم وفي ناس نسيت من غير حاجة من غير ما يكون عندها أصلا مشاكل أنا بقول اللي بيحب النبي بجد حرقت الغير على رسول الله عليه الصلاة والسلام ما تختفيش من قلبه أبدا أبدا لغاية ما ينتصر للنبي عليه الصلاة والسلام طالما نحن وصلنا للدرجات إن نحن نفور وبعدين ننسى يبقى إحنا أمة ضعيفة ضعيفة الإيمان أصلا ضعيفة الإيمان دي مسألة خطيرة جدا جدا وعلى فكرة أنا أنا بقول وبكرر ليس هناك إهانة يمكن أن توجه إليك يا مسلم ويمكن أن توجه إليك يا مسلمة أكبر ولا أقوى ولا أفضع من الإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام ليه؟ ده رمزك ده رمزك حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام فإحنا أمة مستضعفة وأمة ضعيفة ومن أمرات الاستضعاف كمان من أمرات الاستضعاف حديث النبي المطبق فينا دلوقتي مطبق فينا واقع فينا اللي هو اللي كلكم حفظينه يوشك أن تداعى عليكم الأمم الأمم كل الأمم سبحان الله الأمم اللي هم بينهم أصلا تنحروا عداوة تداعت علينا واجتمعت ضدنا يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها شايف لما يكون ناس جوعا وأمامهم قصع الطعام وبعدين فتحوا الباب كده يالله كله شوف بيجروا عليها ازاي وبيتدافعوا عليها ازاي وبيتقاتلوا عليها ازاي وبيتقاسموها ازاي نفس المشهد على أمة الإسلام أمة الإسلام أمة غنية جدا سبحان الله شاء الله عز وجل إن الأمة دي الثروات في ايديها مصر دولة غنية جدا جدا ثرواتها كتير الخليج المغرب العربي دول غنية دول ثرية ولكن للأسف ثرواتها مجرفة لغيرها ثرواتها يأتي الأوغاد ويقتسمون بلادنا ده حاجة صعبة جدا ده مقس منا ده بيتعاملوا معنا على أننا عبيد الحتة دي بتابع أمريكا والحتة دي تابع روسيا والحتة دي تابع فرنسا والحتة تابع بريطانيا إيه ده؟ إيه ده؟ بالضبط التدافع التداعي تداعي الأمم يوشكوا أن تداعي عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها سرواتنا مجرفة لغيرنا وشعبنا جائع وشعبنا فقير وشعبنا بيموت من المرض المسلمون منهم من يموت من المرض لأن ما فيش تمن الدواء ولأن ما فيش عندهم الأموال اللي يحموا نفسهم من الأمراض والأوجاع مع إن السروة في أديهم يموتوا من الفقر يموتوا من المرض الالتهاب الكبد الوبائي الفشل الكلوي الفشل الكبدي تخيلوا الإيدز الأمراض ولا حول ولا قوة إلا بالله كل ده عشان إيه؟ السبب الرئيسي في ذلك تخلي الأمة عن دين الله عز وجل بمعنى إيه؟ بمعنى الاعتزاز بالإسلام ضعف ده المعنى اللي أنا أقصده الاعتزاز بالإسلام ضعف وعدونا يفهم هذه الحقيقة فهما جيدا فهمها كويس جدا إن قوة الأمة المسلمة في تمسكها بعقيدتها عشان كده عملوا سنين طويلة جدا جدا عشان يفصلوا القوتين دول عن بعض القوى البشرية بالقوى الإيمانية فصلوهم عن بعض أسقطوا الشريعة عدونا اللي أسقطوا الشريعة استعمل أناس من بني جلدتنا وأسقطوا الشريعة خلاص وصارت كل الأمة الإسلامية بدولها صارت بتتحكم إلى قانون وضع في معظمها وسيبين قانون ربنا إلى القانون الوضعي وإحنا دلوقتي في مصر عشان نقول الدستور الكتاب والسنة والمسألة خلصت ما تتعبوش نفسكم قتال وحرب ومعركة مع إن ما فيش نصر ولا تمكين هيجي أصلا إلا إذا تم ده إن الشريعة الإسلامية اللي تحكم وده كلام النبي عليه الصلاة والسلام كما قال وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي معنى كده إنك لو تمسكت بحاجة غير الكتاب والسنة المصير الضلال الضياع الخزلان الخسارة مش هتقوم لك قائمة إلا بكتاب الله عز وجل سبحانك ربي فنعيز أقول يا أحبابي في الله الأمة دي أمة منتصرة القضية دي قضية منتصرة الموضوع أكبر من مصر أكبر من مصر بكتير يعني المليونيات العديدة اللي اتعاملت في مدان جمعة القاهرة بالأمس مش مليونيات ده مليونيات كما ذكرت إن إن من عشر سنين لم يشهد العالم تظاهرة بهذا الكم كل الناس دي خارجة ليه عشان الشريعة مش تقيد قرارات مرسي لا الشريعة دي اللي سحبت القلوب اللي خدت قلوب الناس دي كلها ف القوة الإيمانية وحب الدين وحب الشرع موجود في قلوب الناس كلها بس إحنا عايزين دي يبقى واقع إحنا كل رجأنا من دي يبقى واقع وشرع ربنا يحكم بالكلمة بالحرف وعلى قد ما نطبق من شرع ربنا على قد اتزان الأمة وارجوع الأمة لمصدر للقوة والهيمنة طيب عشان الكلام ده يحصل لابد كما ذكرت الآية منذ قليل وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ لازم يتواجد جند الله لازم ييجي لازم يتواجد جند الله طيب من هم جند الله إحنا عايزين حكتين يا أحبابي في الله الأول أن تكون صالحا الثاني أن تتوفر الهمة والعزيمة لنصرة شريعة الله عز وجل لاتنين دول لو واحدة منهم مش موجودة مش هينفع لازم تكون صالح لازم يكون ثانيا عندك الهمة والعزيمة إنك تنصر شرع ربنا همة وعزيمة بس مش هتعمل حاجة يعني بشوف كان كم مليون ستة مليون أمس أكتر من ستة مليون كما ذكر بعض الإحصائيات وكل دول خارجين الشعب يريد تطبيق شرع الله كلهم بيهتفوا بالكلمة دي طب كل دول عايزين الشريعة تمام وخارجوا وقاطعوا المسافات عشان عايزين شرع ربنا كاملا غير منقوص الكل خارج بس مين اللي يثبت وينصر الشريعة بجد الصالحون احنا بنحسن الظن في الناس كلها بس دي للصالح بشد على إيده وللي عنده زلات وهفوات بذكره بقوله إن كنت فعلا عايز تنصر شريعة ربنا اصلح نفسك لأن انت لا يمكن إنك تكون جندي في التمكين للشريعة إلا إذا تحقق فيك الشرط الآخر الصلاح بجانب الهمة والعزيمة حكتين وأنا يعني من التاريخ أثبت لحضراتكم إن ما فيش حد بينصر قضية التوحيد وقضية الإيمان وقضية الشريعة إلا لتوفر فيه الشرطين دول الهمة والعزيمة والصلاح اصل بالله عز وجل دون سواء أن يكون الله عز وجل أعز عندك من الدنيا كلها والقصة المشهورة التاريخية فكرين لما أمر الله عز وجل نبيه موسى أن يقود بني إسرائيل جيش جرار عشان يحرر بيت المقدس من طغيان قوم جبارين دخلوها وعاسوا فيها الفساد لأن القدس القدس دي أرض مطهرة أرض مباركة أرض مطهرة يعني لا يجوز أن يهيمن وأن يحكم فيها إلا أهل التوحيد وأهل التوحيد على الأرض والإيمان هم المسلمون يبقى ما ينفعش يحكمها غير المسلمين أيام موسى قوم جبارون لا واجب على الجيل ده من بني إسرائيل أن يطهر الأرض المقدسة من هؤلاء ليحكم موسى بشرع الله عز وجل إحنا دلوقتي نفس القصة نفس القصة قوم جبارون مجرمون أفك أفكون ظالمون ما بيقموا الشريعة إنما يقموا مبادئ صهيونية ضد أي شريعة فواجب على الأمة الإسلامية كلها أن هي الطهر الأرض منهم أرض مقدسة فنرجع بس عشان الحتة التاريخية عشان أخذ لحضراتكم الدلالة اللي أنا عايزها أو الشاهد اللي أنا عايزه فالمهم رفض الناس دول من بني إسرائيل إنهم يدخلوا الأرض المقدسة مع موسى وهارون وقالوا له بكل بجاحة كده اذهب أنت وربك فقاتلة إنها هنا قائدون كتب الله عليه متيها في الأرض تاهوا واستبدل ربنا بهذا الجيل جيلا آخر بعد أن مات هارون ومات موسى وقاد هذا الجيل الآخر نبي هو يوشع ابن نون وهو الفتى الذي بلغ معه مجمع البحرين طيب عمل إيوشع ابن نون عليه وعلى الأبينا الصلاة والسلام جمع بني إسرائيل وقال خلاص إحنا هنروح نحرر بيت المقدس فأنت لما تيجي تقول يعني عايزين نحرر بيت المقدس يا جماعة ملايين هتطلع وراك بس يوشع ابن نون قال لا إحنا مش هينفع كده إحنا عايزين الخلص الخلص مين الخلص قال لك أنا عندي تلاتة غثاء ماينفعوش تلاتة بدل من أنهم هيكونوا سبب للنصر هيكونوا سبب للهزيمة ما يعتمدش عليهم فوقف على رأس الجيش وقال وقال أيها الناس لا يتبعني رجل من ثلاث رجل عشان اختصار بس للوقت الصنف الأول اللي مستنى يرجع لزوجته يرجع من دلوقتي ليه ده أنت قلبك معلق بزوجتك أنت خارج تحرر بيت المقدس ومستنى ترجع لزوجتك ده أنت كده ما تنفعش خالص أنت مفروض تخرج طالب الشهادة في سبيل الله طالب الشهادة لأن اللي مستنى يرجع لزوجته هيبقى هشة هيبقى ضعيف هيبقى غثاء اللي مستنى يرجع لعقاراته وأمواله اللي مستنى يرجع لتجاراته ومشاريعه ومصنعه ومؤسساته ده يرجع اللي خارج اللي عايز أنصر الشريعة لازم يتنزه عن حب الدنيا والتعلق بالدنيا ليه ليه لازم يتنزه عن التعلق بالدنيا لأن كتير جدا تقاعس عن نصرة الشريعة لأنه متعلق بأمواله وخايف على مؤسساته وخايف على مصنعه وخايف على مصالحه فعشان كده عايز استقرار من أي نوع من أي نوع تاب وهتضح في سبيل ده بحاجات مش مهم عايز أمواله فالمتعلق بالدنيا واللي حرص على الدنيا ممكن يبيع أي حاجة عشان يحافظ على ثرواته وعقاراته وممتلكاته ومشاريعه ومصنعه ومؤسساته كأن الحاجات دي بتبقى عنده أعز عنده من دين ربنا سبحانه وتعالى حتى وإن ضحك على نفسه وإن خدع نفسه موضوع خطير موضوع كبير إحنا محتاجين نصدق الله عز وجل نصدق ربنا سبحانه وتعالى ما فيش حاجة في الدنيا تنفعك ما فيش حاجة في الدنيا باقية فالمهم يوشع ابن نون لما عمل كده انفصل معظم الجيش رجع ومضى معه قلة قليلة القلة القليلة دي اللي عايزة شريعة القلة القليلة دي اللي عايزة تقيم دين ربنا في الأرض المقدسة مع كلتهم نصرهم الله احنا عندنا حاجة اسمها معية الله عز وجل لعباده المؤمنين معية الله اللي انساها الكثير اللي كانت مع النبي في بدر اللي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المعارك اللي كانت مع الصحابة في اليارموك اللي كانت مع السلف الصالح في حطين معية الله ومعونة الله عز وجل الناس لما تقوم عايزة فحلا بصدق وإخلاص تنصر دين ربنا بيأتيها المدد من السماء بيأتيها المدد بس الفكرة ان احنا نبقى جند لله سبحانه وتعالى صالحون مصلحون صالحون نريد بصدق ان نمكن لدين الله عز وجل مين على استعداد يبقى من جند الله انا بقوله بكرر يا اخواني ويا اخواتي صغير وكبير رجل وامرأة شاب وفتاة الكل من يريد ان يكون من جند الله لان التمكين مش هيجي الا بجند الله وجند الله عز وجل الاية اللي انا قلتها بعد وان جندنا لهم الغالبون بتوضح صفات الجندية مؤهلات الجندية اللي هي وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض يبقى حضرتك احنا محتاجين وقفات كثيرة جدا 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 تحقيق الايمان والعمل الصالح قضية مش بالكسرة القضية بالعقيدة والايمان الراسخ في القلوب طبعا الملايين دي تفرح من حيث ان الناس عايزة ربنا وعايزة الشريعة انما احنا دورنا ان احنا نركز على الكيف نبدأ بانفسنا وندعو غيرنا ونأخذ باياد الناس الى طريق الله عز وجل حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي قلت لحضرتكم يشك ان تداع عليكم الامم كما تداعى الاكلة الى قصعتها قيل امن قلة نحن يومئذ يا رسول الله يعني الناس دايما الناس لما تروح كده تتداعى على الضعيف الناس الاليلين اللي بسهولة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل انتم يومئذ كثير شايفين الكثرة شايفين عدد المسلمين مليار ونص مليار ونص مسلم اتشتم النبي بتاعهم اتشتم خير الخلق اتشتم اللي كان سبب انهم يعرفوا نور الايمان ويستضيء قلوبهم بنور التوحيد وانه نتيجة على الارض الواقع السبب ايه وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ مِنْ قُلُوبِ أَعْدَائِكُمْ نزعت المهابة بس هي دي القضية هل الكلام ده حصل ايام بالخلفاء الراشدين حصل ايام مثلا اي حد من من السلف الصالح ما كانش بحصل ما كانش بحصل الجرأة دي ليه كانت امة قوية لما كانت متمسكة بالشريعة لما كان القانون والدستور شرع ربنا سبحانه وتعالى ولا شيء سواه لما كان القرآن والسنة مصدر كل تقنين من غير اي نقاش كانت الامة قوية امة عزيزة امة عزيزة نا احنا الوقت زي ما قلت لحضراتكم ده مقسميننا مقاطعات ده ايام الجمعية التأسيسية اللي في اعداد الدستور كانت الهيومن رايتس واتش بتتبع العمل وبتتدخل وبتعلق الله انتو مالكنتو لا ما تقولش انتو مالكنتو ده مصالحهم مصالحهم وبعدين احنا يعني مستضعفين مستضعفين ولا حاول ولا قوة الا بالله بس انا عايز اقول احنا لو عايزين قوة اوعى تفكر واوعى تفكري ان فيه قوة هتتوفر لدينا من غير العقيدة مش هيحصل مش هيحصل احنا قوتنا في عقيدتنا واحد ممكن يقول لي ايه ده بقى ايه شغل الدرواشة ده بقى طب انت عدت وقل لي عقيدة واعدت وقل لي ايمانيات واعدت وقل لي صلب ربنا فين يا عم الشيخ الارض الواقع ارض الواقع من الكوادر العلمية والبحثية انا دايما بقول وانا افهم هذه المسألة جيدا والحمد لله بقول ان هم جناحة طائر جناحة طائر وبفضل الله عز وجل كل علماءنا وكل دعاتنا فاهمين الكلام ده كويس جدا جناحة طائر جناح عقيدة وامان وده اهم حاجة وصلة بالله عز وجل وجناح التقدم الاقتصادي التقدم العلمي وعايز اقول لحضراتكم كل الدعاة اللي انتو شايفين هم مميزين متميزين علميا ايوة متميزين علميا هاتلي اسم اي حد من الناس المؤسرة الناس الاكابر انت عندك حتى شباب الدعاء معظم هم اطباء معظم هم اطباء واطباء نجحين وناس حتى في العمل فتحين عيادات ونجحين مميزين علميا ما شاء الله لقوة الا بالله شوف حضرتك مثلا الشيخ محمد حساب يخلص كلية اعلام ومعاه جواب التعيين في الكلية معاه حتى الان يحتفظ به حتى الان يعني كان متفوق الشيخ ابو اسحاق متفوق في كلية الالسن الشيخ مصطفى العدوي مهندس الدكتور سعيد عبد العظيم طبيب دكتور ياسر طبيب محمد اسماعيل طبيب متخيلين دكتور محمد عبد المقصود دكتور دكتورة في البحوث الزراعية في مركز البحوث ايه ده تعالى على الشباب حازم شمان طبيب عبد الرحمن الصوي طبيب هتجيب لي مين كمان هتلأ اي حد وانا اقولك فبفضل الله عز وجل احنا فاهمين المسألة كويس جدا ومستوعبينها فانا مش عايز اقول ان انا كمان طبيب عشان ما تبقاش دعاية يعني انما بقول لحضراتكم يا احبابي في الله هما جناح طائر جناح طائر لا يمكن للطائر ان يحلق بجناح واحد فالشريعة دين ربنا عز وجل الامة الاسلامية دي لا يمكن ان تعود لمجدها وقوتها الا بشرع الله عز وجل طيب خلاص عايزين الشريعة عشان يبقى قوياء عايزين نطبق شرع ربنا عقبات كتير ما تخافش العقبات دي هتزلل باذن الله عز وجل اصبر واستعين بالله عز وجل وباذن الله تبارك وتعالى الشريعة هتحكم ان عاجلا او اجلا بنا او بغيرنا ما تخافش اتطمن انا اول شيء في الحلقة قلته لك قلته لكم الادل على ذلك والواقع يشهد بذلك اقول لك مشهي ديان لما راح لشباب الفلسطينيين يصافحهم فيعني لم يقم اليه شاب فقال له لماذا لم تقم فقال لانكم سلبتم ارضنا وقتلتم شبابنا وانتهكتم مقدساتنا والله لنقاتلنكم كما اخبر رسول الله انتم قال لتقاتلون اليهود انتم شرقي النهر وهم غربي فقال له اجل ستقاتلوننا ولكن متى اذا ظهر عندكم جيل يتمسك بدينه ويعتز بتراثه واذا ظهر عندنا جيل يتنكر لتراثه ويتخلى عن دينه حينها ستأتون انتم وسنرحل مسألة يعني والواقع يشهد بفضل الله عز وجل الامة في عفية بفضل الله تبارك وتعالى شوف برغم اللي بقوله لحضراتكم ده وبرغم الموقف اللي مش على المستوى المطلوب إذا الإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام وبرغم كل ده اللي إن الأمة في عفية سنة عن سنة اوى الله العظيم سنة عن سنة بفضل الله عز وجل ده في المجموع العام والشعوب بترجع لربنا والعصر المقبل عصر الإسلام والتمكين لدين الله عز وجل في الأرض بس زي ما بقول لحضراتكم النصر والتمكين والكلام ده مرتبط بإيه؟ بجند الله طيب خلاص عايزين نبقى من جند الله عايزين ننال الشرف إحنا دورنا كلنا كل اللي أنا عايزه إن إحنا ننال الشرف إن إحنا نكون من الذين تعودوا الشريعة على أياديهم هي جاية جاية ما تخافوش يا شباب ما تخافوش يا إخواني وأخواتي اطمنوا تماما إحنا مش ما عندنا الشاكف دي إنما القضية كلها إن أنا عايز أنال الشرف إن نكون من الأسباب اللي تعود الأمة على يديها إلى قوتها وعزتها وتحكيم شريعة ربها عز وجل عايز حضراتكم وعايز الجيل ده ينال الشرف ده الجيل ده من الأمة المسلمة كلهم طيب إذا صار المؤهل إيه إن إحنا نكون من جند الله طيب وجند الله صفتهم إيه الذين آمنوا وعملوا الصالحات تحقيق الإيمان وعمل الصالحات طيب كيف تحقق ذلك إن إحنا نعرف ربنا والله العظيم يا إخواني أنا بس أنا مش عايز أتكلم في نقاط كثيرة بيت القصيد هو الصلاح بيت القصيد هو التقوى صدقوني إحنا ربنا عز وجل هيعيننا لما نبقى صالحون لما نتق الله عز وجل غير كده ما فيش معونا وإحنا فقراء إليك يا رب فقراء إليك محتاجين معونتك محتاجين مدد منك يا رب إحنا إحنا ضعاف يا رب نعترف بضعفنا ونعترف بتقصيرنا يا ربنا أنت صاحب كل فضل علينا قل لربنا كده وتمثل قول القائل أن كل نعمة فيها هي من الله عز وجل قل لربنا أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكاني وجبرتني وسطرتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان وزرعتني بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصيان والله لو علم الأنام قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقان ولأعرض عني ومل صحبتي ولعدت بعد كرامة بهواني لكن لكن سترت لكن سترت لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني فلك المحامد فلك المحامد فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني نحتاج أن نتذلل لله عز وجل نحتاج نحتاج أن نصطلح مع الله نحتاج أن نعود إلى الله عز وجل وعيز أقول لحضراتكم شيطين الإنس والجن لا يتسلط علينا إلا بكسب أيدينا إلا بذنوبنا يا كل من يريد أن يحكم شرع الله عز وجل عايز بجد ولا كلام عايز بصدق ولا بتزعم ولا بتكذب على نفسك إلا عايز بصدق بقول له استمط الرحمة الله عز وجل بالتوبة آه والله محتاجين نتوب لربنا محتاجين نرجع لربنا إزاي حبيب في الله بكل وضوح لو جينا نبص للمنسوب الإيماني العام هنلاقيه نزل نزل حقيقة نزل من يناير 2011 لغاية دلوقتي في نزول معقولة آه برغم نحن في قمة الاحتياج إلى الله عز وجل محتاجين العمار بينا وبين ربنا طب إزاي مستوى الإيمان نزل من يقومون الليل أو من كانوا يقومون الليل ينصبون أقدامهم لربهم عز وجل ويفترشون الأرض بجباههم في ليلهم الآن يقومون أيضا ولكن أمام الفضائيات والمواقع ليه لمتابعة الأخبار والأعصاب مشدودة عشان عايزين يشوفوا الأحداث بكل دقة وأولا بأول وقاعد بيتفرج ويشوف ويتابع برامج التوكشو من قناة لقناة مذيعة أو مذيعة ضيف أو ضيفة وكان في الأول جسمه بيتلبش كده بيستحي ودلوقتي صار عادي وطالما القلب سليم ونضيف خلاص طب لو كانت المسألة طالما القلب نضيفه النواية سليمة يبقى ملهاش لازمة كلمة قول ربنا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم فأنا بقول يا أحبابي في الله خلاص الإيمان نزل مستوى الإيمان العام نزل وهذا لا ينفي أن لله عباد صالحون مغيرت ومش الأحداث مستمرين على الطاعة والعبادة وكل ما يحزبهم أمر ما يعدوش بقى يدورهم والأحداث ويدخل على المواقع ويتابع الفضائيات ويقلب من قناة لقناة لا سيبك من ده كله وقوم قوم للي بيده مقاليد كل الأمور اتوضى وصل ركعتين وعيط لربنا واستمط الرحمة ربنا بالتضرع والدعاء هم دول اللي ربنا بيحمي بيهم الأمة هم دول وأنا أدعو نفسي وكل الناس يريت نبقى كده مش عايزين المبالغة في متابعة الأحداث ده دي ظاهرة مرضية المستوى الإيماني نزل حضراتكم معدل المشاهدة القنوات الدينية مش زي زمان الحضور في المساجد والمحاضرات مش زي زمان الجمع مش مقياس الجمع بفضل الله الجمع كل الناس بتصلي يعني مش للدرجات فبيروحوا يحضروا إنما تعالى كده لما شيخ يعمل محاضرة النسبة الغالبة مش كل الأماكن يعني بفضل الله سبحانه وتعالى في أماكن يعني بنروحها بتبقى اللهم ملك الحمد الخير موجود إنما مش كل الأماكن في أماكن الحقيقة نزلت مستوها نزل يعني كنا بنروح لها أيام زمان أنا وإخواني وبعدين دلوقتي لا في فارق وفي إعراض من كثير من الناس اللي كانوا صالحين فأنا بقول حبيبي في الله اللي عايز ينصر دين ربنا النصر الحقيقي أن نصطلح مع الله أن نعود إلى الله عز وجل أن نتوب إيه رأيكم أن نتوب أن نتعرف على الله يا إخواني إحنا محتاجين نصلى حلقتنا بربنا ده ربنا بيعمل معنا حاجات عظيمة جدا جدا وللأسف كأن الناس تبلد إحساسها أقول لحضرتك تصور مثلا على سبيل المثال لو أنك ربيت شخصا وكبرت وصرفت عليه كل من كل ما تحب وكبر وصار شاب بمالغ كبير إذا به يسيء إليك ينسى الخير الذي قدمت يتعرض لعرضك بالذنب ويتكلم على بناتك ويسيء إليك أسوأ الإساءات ها أرد فعلك إيه هتكره جدا طيب قعد كده سنين خدوا لكم من المثل ده عايزين لما ستعرفنا عظمة ربنا عشان نرجع له عشان نعود إليه بعد سنين من البعد والحرب حسب غلطته وجه متأسف ويقولك أنا آسف من يقبل من يقبل وآسف قل قليل تير ناس يعني ما يقدرش أقبل آسفك إزاي وإنت يعني أنا قدمت لك الإحسان وإنت قدمت الإساء بالشكل ده ده لو من غيرك لا تقبل لو من غيرك توجع فبال منك أنت وأنا أحسنت إليك فلا لا آسف لا إنها بعض الناس برضو عندهم يعني كرم أخلاق عالي أو ممكن يقبله طب أنا بقول للقابل ودول هل تستطيع في نفس لحظة رجوع إليك متأسف إنك إنك ترجع تحب تحب تاني زي زمان مستحيل مستحيل دي مسألة مستحيلة إن واحد أسألك ولما يجي يقول لك آسف تسامح وتحب في نفس اللحظة مستحيل لا يستطيع فعل ذا أو لا يفعل ذلك إلا الله عز وجل مع عبده الآبق العاصي حينما يتوب إليه أول ما يتوب أول ما يرجع ربنا عز وجل يحبه إيه رأيكم نعمل العمل ده عشان ربنا عز وجل يحبنا ما هو ربنا كريم جدا جدا حبيبي في الله الصفة دي عظيمة أوي أوي إحنا في دنيا الناس لما يكون مثلا واحد اتنين زعلانين من بعض واحد غلطان والتاني مش غلطان والغلطان جا تأسف لما نلاقي اللي صاحب الفضل ده يقبل أسف وفي الحال نقول يا سلام أما الرجل ده عنده مروء أو عنده شهام وأخلاق عالية جدا وتلاقي نفسك حبيته ولله المثل الأعلى شوف ربنا عز وجل مع عبده الآبق العاص اللي ارتكب كبائر أول ما يرجع له يحبه سبحانه وتعالى تقول لي طب مهما كانت الذنوب آه مهما كانت الذنوب والله العظيم لو ارتكبت كبائر الذنوب وأكثرت من هذه الكبائر ثم عدت إلى الله عز وجل لوجدت الله يحبك على لسان نبي الله شعيب يقول واستغفروا ربكم واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إِنَّ رَبِّي رَحِيمُ وَدُود تخيلوا ربنا عز وجل يحبك يحب المشرك لما يتوب وما يحبكش أنت يا مسلم يا مؤمن يا موحد بالله لما ترجع لربنا عز وجل المسألة يعني شوفوا عظمة ربنا شايفين جلال ربنا عز وجل أيضا أحبابي في الله العبد بيزنب صح كلنا أصحاب الذنوب عشان تعرف عشان تعرف حبيبي في الله طيب معنا اتصال السلام عليكم سلام زيكا دكتور محمود أنا بقول لحضرتك أنا خايفة طبعا من الأيام دي من بارح أنه هيبتدوا الناس اللي هم الإخوة اللي ما بيحبوش الإسلام ولدين هيروحوا الأماكن اللي هي العشوائيات ويقنعوا الناس بفلوسهم أو بأي حاجة أن يقولوا للدسول لا فياريت يعني يقوم فيه ثوعية للأماكن للعشوائيات من بعض العلماء الشباب الصغير بحيث أنه برضو نعمل احتياطاتنا وإن شاء الله يبقى نصر ربنا كريب بإذن الله إن شاء الله وشكرا لدكتور غريب الله يكرم الله يكرم طيب اتصال آخر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم وجذاكم والله خير الله يكرم واجعلك الله غريبة الدنيا عابر سبيل إلى الجنة وأنزل في قلبك القرآن وكنت إثما على مسمى بفضل الله ربنا عايزة بقى أقول يا شخ دكتور غريب عايزة أقول اللهم اجعلنا خير خلس لخير ثلث وخير أجباع الخير مدبوع وخير جند الله لخير خلق الله على الإطلاق صلى الله عليه وثلث وأنا معاك هل يستوي الذين يقول الله عز وجل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ويقول عز وجل جل في علاء إنما يخشى الله من عباده العلماء والآيات أكثر من أن تحسر وعايزة أقول لا إله إلا الله بيها نبدأ شرع الله لا إله إلا الله دستر ما كتاب الله لا إله إلا الله قدوة لا حبيب الله لا إله إلا الله شفى نصفية الله لا إله إلا الله نبينا رحمة المهدان لا إله إلا الله نستعد بخدود الله لا إله إلا الله عليها ملك الله لا إله إلا الله محمد رسول الله قوله صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وزاكم الله خيرا تصال الآخر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بيك نعم نعم بقولك صحيح الخبر ان بشارة قتل ان بشارة قتل والله يعني انا الحقيقة سمعت الكلام ده انما ما وجدتش من مصادر الموثوقة بتقول الكلام ده ربنا يكرمك جزاك الله خيرا السلام عليكم سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بيك بارك الله فيك يا شيخ وفيكم بارك ان شاء الله يتمنى لمصر الامن والامان ورب اللهم امن ان الحق لا بد ان تنفانده قوة تدافع عنه صحيح لذا قال تعالى لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط نعم وقدمنا الله النصر لعباده المؤمنين فقال اننا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوما يقوم الاشهاد واتمنى باذن الله تعالى النصر للرئيس مرسي والمسلمين وترفع راية الاسلام في جميع مناطق الامة العربية والله ينصر كمان سوريا يا رب يرفع عنهم الكرب العميم ان شاء الله النصر قريب وراية الاسلام سترفع باذن الله في كل مكان والسلام عليكم ورحمة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تصال اخر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بيك ازاي صحاقك الحمد لله الله يكرمك جزاك الله خير أولاً ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن السريم إن الله لا يغيره ما بقوم حتى يغيره من نفسهم سهيد أحسنت فعلينا نحن دايماً نريد أنفسنا إلى الأحسن إلى إن شاء الله عشان ربنا سبحانه وتعالى يأمر بتحكيم شرعه ومنهاجه نعم يعني لابد الإنسان يعني نرجع إلى الله سبحانه وتعالى ونتوب إليه ليحكم الله دينه صحيح أحسنت جزاكم الله خيراً وأقول يا ربي يمكن دينه في الأرض يا رب ويحكم بشرعه بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله يا رب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيراً فأنا بقول يا حبيب في الله يعني بفضل الله يعني جزا الله خيراً إخواني وأخواتي اللي هم يعني تفاعلوا معنا فالحقيقة بيت القصيد زي ما الأخ كده قال جزاكم الله خيراً إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم والتغيير الحقيقي إن إحنا نصطلح مع الله إن إحنا نعود إلى الله سبحانه وتعالى إن إحنا نرجع إلى الله إن إحنا نفهم ونستوعب إن النصر من عند ربنا وأن هذا النصر لا يتنزل إلا على أهل الإيمان المعية من الله عز وجل دي سببها أن تكون صالحاً مش بس يا إخواني الهمة العالية في طلب أو في تمكين الشريعة في طلب التحكم التحكم إلى الشريعة لا عشان المسألة تؤتي ثمرها لابد أن تكون صالحاً أن تعود إلى الله عز وجل وأن تعود الجماهير إلى الله أن يعود الناس جميعاً إلى الله يعني بالأمس الناس اللي كانوا يعني بيطالبوا بيتحكم الشريعة منهم الإخواني ومنهم السلفي وأنا طبعاً الحقيقة كلنا مسلمين يعني ما فيش تفريق إلا بالتقوى النمى دي التسميات اللي هي يعني أرجو الله تبارك وتعالى إن هي لا تؤثر على علاقة المسلمين ببعضهم إن هي مدارس دعوية ومنهم الناس العادية خالص ناس عادية يعني ناس بتدخن مثلاً وناس عادية خالص وعايزين الشريعة ناس عندهم معاصر وعايزين الشريعة فأنا بقول لكل هؤلاء إن نصرة الشريعة لن تتأتى إلا إذا اصطلحنا مع الله إلا إذا عدنا إلى الله عز وجل وما ينفعش المعاملة دي من ربنا مع ربنا لأن ربنا بيعملنا بالخير كله والفضل كله والإحسان كله أنا بقول لحضراتكم شوف حضرتك شوف المعاملة الراقية العالية أو من ربنا لعباده لو أن ابنك خالفك تخيل كده الابن خالف هتعمل إيه هتزعل منه تصبر عليه مرتين ثلاثة هتعمل إيه مسألة يعني نتحمل عشر عشرين ثلاثين مرة لا هتتخذ إجراءه هتعاقب صح ولا لا طب لو لقيت أبنائك كلهم خلفوك هتعمل إيه هتتصرف إزاي لا ده مش هتقدر تصبر مش هتصبر خالص المسألة تبقى صعبة ولله المثل الأعلى رب عظيم سبحانه وتعالى يعصيه عباده أجمعون تم تخيلين وناس بتنوع صهائر وكبائر وناس مركزة على الكبائر وناس تكفر بالله وناس تشرك بالله وناس تسب الله وناس لا تعترف بالله وناس تلحد وكل المعاصر دي موجودة والله عز وجل يحلم شايفين ربنا عز وجل شايفين عظمة ربنا يحلم عرف الحلم كصفة من صفات الله معناها إيه عرف معناها إيه معناها قمة في الرقي قمة في السمو يقول ابن القيم مفسرا حلم الله في نونيته يقول اسمعوا كده وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصياني يعني ربنا عز وجل لم يؤاخذ العصاه دول كلهم على اختلاف وتنوع معصيهم ليه علهم يتوب عل الكافر يسلب عل البعيد يقترب عل العاص يتوب ويرجع إلى الله عز وجل وبعدين لما العبد يصدق في الطلب التوبة ربنا يوفقه للتوبة ويعينه ويشرح صدره ويستعمل الملائكة في الاستغفار ليه ويغفر له الزنوب والمعاصي ويبدل الزنوب وحسنات ويحبه ايه الكرم ده هذا هو الله عز وجل حبيب في الله بكل المقيس محتاجين نرجع لربنا محتاجين نعود إلى الله عز وجل سواء على مستواك الشخصي الخاص التعبدي الصلة بربنا ان ما ينفعش نعمل ربنا كده وايضا على الجانب الشخصي والفردي باتجاه باعتبار آخر اعتبار انقذ آخرتك وارجع لربنا او الاعتبار التاني اللي هو الامة كلها الامة كلها نصر الدين ربنا لن يتأتى إلا إذا رجعنا إلى الله عز وجل الامة كلها لن تنقذ إلا بشرع الله تبارك وتعالى ادعو الله عز وجل ان يرزقنا ياكم جميعا العودة الحميد إلى الله سبحانه وتعالى يعني ما بقي من وقت في هذه الحلقة استثمروا في الدعاء اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر دينك وانصر كتابك وعبادك المؤمنين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها اللهم ألف بين قلوبنا وحذ كلمتنا على أتقى قلب رجل منا اللهم احقن دماءنا وصن أعراضنا واحفظ بلادنا اللهم واحقن دماء إخواننا في سريا وفي فلسطين وفي برما وفي كل مكان اللهم ارزقنا صلاة آمنة في المسجد الأقصى يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل وأصحاب أجمعين أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة